موسيقى رئيس مجلس الوزراء يؤكد ضرورة التوسع في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بما يعظم العوائد الاقتصادية والبيئية وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان تطورات الوضع في غزة وأمن الملاحة في البحر الأحمر الهند تنشر سفنا مزودة بصواريخ موجهة بعد هجوم على سفينة تجارية في منطقة بحر العرب الثالث مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت درينيتش نشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أهلا بحضراتكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة التوسع في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بما يعظم العوائد الاقتصادية والبيئية جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير البترول لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وأكد مدبولي ضرورة التنصيق المستمر بما يحقق مستهدفات تلك المبادرة في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة البيئية مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تدليل أي معويقات أو تحديات قد تواجه هذا المشروع عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض بعض ملفات عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكد مدبولي خلال الاجتماع على الدور الوثيق لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة في مصر مضيفا أنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع ثلاثين شركة عالمية ومحلية لبناء القدرات الرقمية للشباب الملتحقين بمبادرات أجيال مصر الرقمية بالإضافة إلى استضافة مصر لورشة عمل لبناء القدرات بشأن تنفيذ الإطار القاري للسياسة البيانات لدول الاتحاد الإفريقي شاهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي الذي تنفذه المنطقة الجنوبية العسكرية وذلك على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريبات لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة شاهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي الذي تنفذه المنطقة الجنوبية العسكرية وذلك على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريبات لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة بحضور الفريق أسامة أسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم وكيفية اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقا لتقصصاتهم المختلفة وفي سياق متصل التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتل المنطقة الجنوبية العسكرية حيث نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية لحماية الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي للدولة مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات وأضار الفريق أول محمد زكي حوارا مع رجال المنطقة الجنوبية العسكرية استمع فيه لأرائهم واستفساراتهم وأناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف الموضوعات معربا عن سعادته لما لمسه من فهم وإدراك صحيح لكافة القضايا والأحداث الجارية على مختلف الأصعدة وكان الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شاهد إحدى مراحل المشروع والتي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة على مختلف المستويات وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين كافة العناصر المشاركة كما قام بفرد عدد من المواقف التعبوية المفاجئة للتأكد من القدرة على اتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات ترجمة نانسي قنقر أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر الدائم على تعزيز التشاور وتنسيق مع الأردن وذلك خلال استقباله لنظيره الأردني أيمن الصافة وبحث الوزيران سبل مواجهة التحديات المشتركة وآلية تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2720 الخاص بزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإنشاء آلية أممية لمراقبة ومتابعة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وذلك على ضوء العوائق والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي على دخول المساعدات كما تطرقت المباحثات إلى أمن الملاحة في البحر الأحمر في ظل أهمية هذا المصار اتصالا بحركة التجارة الدولية وانتلاقا من كونه جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأردني أكدت وزارة الخارجية والمختربين الفلسطينيين أن المجاعة في قطاع غزة هي سياسة إسرائيلية لاستكمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين أضافت الوزارة أن ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة في هذا الإطار ليس تجويعا فقط وإنما هو يمثل مجاعة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى كما طلبت الوزارة الأمم المتحدة بالإعلان رسميا عن معاناة قطاع غزة من مجاعة حقيقية تهدد حياة من فيه بالموت بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 20.915 شهيدا وأكدت الوزارة ارتفاع عدد المصابين إلى 54.918 شخصا وذلك منذ سابع من أكتوبر الماضي كما أشارت الوزارة إلى استشهاد 241 مواطنا فلسطينيا وإصابت 382 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مقرا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس جاء جنوب قطاع غزة يؤوي آلاف النازحين قالت الجمعية في بيان لها أن القصف الإسرائيلي استهدفت طوابق العلوية مشيرة إلى أن هذا المقر كان بالأساس يعاني من تكدس الجرحة وشح المستلزمات الطبية ونفاذ الوقود وأضافت الجمعية أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة اعتقال الكوادر الضبية دون وجه حق ويقتادها إلى جهات مجهولة مشيرة إلى أن الوضع الصحي يزداد سوءا مع تواصل الغارات الإسرائيلية أكدت الأمم المتحدة أن آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة لم يتبقى أمامهم سوى مساحة صغيرة في القطاع المكتضي بالسكان بعدما اتبعوا أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال وبحثوا عن الأمان في مناطق محددة وقالت رئيسة فريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جاما كانل أنها زارت حي دير البلح وسط قطاع غزة وصف الوضع بأنه رقعة شترنج بشرية يفر بداخلها آلاف الأشخاص الذين نزحوا عدة مرات بالفعل وأكدت جاما كانل عدم وجود أي ضمان على أن وكهة النازحين القادمة ستكون آمنة تغزيلا الوصول على اشخاص لدينا نتفاق مدينة تلك الأشخاص وليس في قطاع المختلفين في تغريب السلوات القادمة تغزيلا الوصول على المتالج تغزيلا الوصول على السلوات اشتركوا في القناة موسيقى يتواصل العضوان الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم الحادي والثمانين استهدف طيران الاحتلال فجر اليوم عدة منازل في خان يونس ما تسبب في استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين كما تم قصف محيط مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة عدوان متواصل وأرواح تزهق في كل لحظة ودماء الأبرياء اختلطت بكل شيء والدمار في كل مكان وبعد مرور أكثر من ثمانين يوما على العدوان يستمر الوضع على ما هو عليه الساعات الأربع والعشرون الماضية كسابقتها شهدت استشهاد العشرات من الفلسطينيين وإصابة المئات مع استمرار القصف الإسرائيلي في خان يونس بجنوب قطاع غزة تسبب القصف الإسرائيلي فجر اليوم للمنازل بالمنطقة في سقوط العديد من الشهداء وإصابة آخرين كما قصف طيران الاحتلال محيط مجمع ناصر الطبي الذي لا ينفك يستهدفه كغيره من المرافق الطبية وبجانب القتل والخراب تواصل قوات الاحتلال حملاتها لاعتقال الفلسطينيين الأبرياء من منازلهم صحيفة الجارديان البريطانية صلطت الضوء في مقال على استمرار قوات الاحتلال في استهداف الملاذات الآمنة في قطاع غزة خلال العدوان المستمر وأشار المقال إلى أن الاحتلال لأشن عدة غارات جوية على أحد الملاذات الآمنة في مدينة تأدير البلح ما تسبب في استشهاد أكثر من مائة فلسطينية في واحدة من أعنف الغارات الجوية التي تشنها إسرائيل وفي الجانب الإسرائيلي أعلن جيش الاحتلال مقتل جنديين اثنين ليرتفع إجمالي عدد قتله إلى مائة وثمانية وخمسين منذ بدء الهجوم البرية على غزة ومن جانبه يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلية بنيمين نتنياهو تحديه للمجتمع الدولي وللقوانين الدولية متعهدا بمواصلة القتال في غزة حتى القضاء على المقاومة الفلسطينية نتنياهو الذي قام بزيارة للقوات الإسرائيلية شمال غزة أمس قال لنواب من حزب الليكود الذي يتزعمه إن الحرب أبعد ما تكون عن نهايتها رافضا ما وصفها بأنها تكهنات إعلامية بأن حكومته قد تدعو إلى وقف القتال اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية مدينة تول كارم بالضفة الغربية وحصرت مخيمة نور شمس شرق المدينة وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من محورها الغربي ترافقها جرافات بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء تول كارم ومخيماتها على ارتفاع منخفض مشيرة إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت وسط إطلاق قوات الاحتلال الأعير النارية بكثافة فيما سمعت أصوات انفجارات أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليات اقتحام خيم الفوار بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن عددا من الأشخاص أصيبوا برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام المخيم موضحة أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية صوب سكانه بكثافة اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال التي سمحت لهم بأداء تقوص تلمودية ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى المواطنين من الدخول للبلدة القديمة أو المسجد ما تسبب في انخفاض أعداد المصليين ترجمة نانسي قنقر اعلن وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين أنه أصدر توجيهات للوزارة بعدم تمديد تأشيرة المكوث لأحد موظفي الأمم المتحدة ورفض منح تأشيرة لموظف آخر وفي حسابه عبر منصة إكس ووصف كوهين سلوك الأمم المتحدة منذ السابع من أكتوبر الماضي بأنه يشكل وصمة عار في جبيد المنظمة والمجتمع الدولي على حد وصفه موضحا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتاريش أطفى شرعية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واستمر مع مفوضة حقوق الإنسان التي نشرت تشهيرات دموية لا أساس لها على حد تعبيره زعم وزير الدفاع الإسرائيلي واف جالند بأن تل أبيب ردت على هجمات ضدها في العراق واليمن وإيران تصريحات جالند جاءت خلال لقائه عددا من المشرعين والتي أفاد فيها أن إسرائيل في حرب متعددة الجبهات ونتعرض للهجوم من سبعة مناطق هم غزة، لبنان، سوريا، الضفة الغربية، والعراق، واليمن وإيران مشيرا إلى اتخاذ إجراءات في هذه المناطق دون مزيد من التفاصيل قال وزير المالية الإسرائيلي باتسل إيل سموتريتش إن حكومة الحرب في إسرائيل لا تمتلك تفويدا بإنهاء الحرب على قطاع غزة قبل تحقيق الهدف منها بالقضاء على حركة حماس وإعادة جميع المحتجزين خلال اجتماع حزبي أضاف سموتريتش أنه لن يكون شريكا في أي حكومة توافق على إنهاء الحرب أو توافق بشكل أو بآخر على سيطرة أي طرف مرتبط بالسلطة الفلسطينية أو حماس على قطاع غزة أكد مقال نشرته صحيفة الجارديون البريطانية أن ازدواجية المعايير الأمريكية في موقفها من حرب غزة والذي يتناقض بشكل صارخ مع موقفها من الحرب في أوكرانيا تنذر بعواقب وخيمة على المستوى الدولي وأشار المقال إلى أن موقف الغرب من الأحداث التي يجهدها قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي الوحشي يكشف بما لا يدع مجالا للشك أن هناك ما يشبه التمرد على النظام العالمي الحالي والذي يسيطر الغرب على المناطق المنطق الذي يفرده هذا النظام شهدت مدينة نيويورك تظاهر الألمئات من المطالبين بوقف إطلاق نار في قطاع غزة وأعلنت إدارة شرطة نيويورك إصابة ضابط خلال محاولات تفرقة التظاهر بالإضافة إلى احتجاز عدد من المتظاهرين مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على الوضع دون المزيد من التصايد أعلنت وزارة البالية الإسرائيلية أن الحرب على قطاع غزة ستكلف تل أبيب ما لا يقل عن 50 مليار شيكل أو نحو 14 مليار دولار وأشرت التقديرات الإسرائيلية أيضا إلى أن الحرب ستؤدي إلى زيادة عجز الميزانية ثلاثة أمثال تقريبا الحرب في قطاع غزة ستكلف إسرائيل ما لا يقل عن 50 مليار شكل أو نحو 14 مليار دولار هكذا قالت وزارة المالية الإسرائيلية في أحدث تقدير للكلفة المالية والاقتصادية للحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي وتجاوزت حتى الآن يومها الثمانين التقديرات الإسرائيلية أشرت أيضا إلى أن الحرب ستؤدي إلى زيادة عجز الميزانية ثلاثة أمثال تقريبا متوقعة استمرار القتال حتى فبراير المقبل وفي إحاطة أمام أعضاء الكنيسة قال مسؤول بوزارة المالية إنه من المتوقع أن تستمر الحرب لمدة شهرين على الأقل خلال عام 2024 وهو ما سيؤدي إلى إضافة 30 مليار شكل للأمن و20 مليار أخرى للنفقات المدنية ونفقات الأخرى مضيفا أن ذلك سيرفع إجمال إنفاق وزارة الدفاع بأكثر من 48 مليار شكل بما يتجاوز ما تم تخصيصه في البداية وتشير تقديرته إلى أن إجمال النفقات في ميزانية عام 2024 سيرتفع إلى 562 مليار شكل من 513 مليارا كانت مقررة في البداية ما سيؤدي إلى عجز في الميزانية قدره 5.9% من الناتج المحلية الإجمالية ومع توقع تساع العجز بمقدار 75 مليار شكل إلى 114 مليارا العام المقبل يقول المسؤولون الإسرائيليون إن الفجوة ستتطلب خفض نفقات أخرى أو زيادة الإيرادات ووفق الكنيسة هذا شهر على ميزانية خاصة للحرب العام الجارية تبلغ نحو 30 مليار شكل للمساعدة في تمويل الأعمال القتالية وتعويض المتطررين من الهجمات التي تشنوها الفصائل الفلسطينية عبر الحدود منذ 7 أكتوبر الماضي ترجمة نانسي قنقر 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 عقدت لجنة حقوق الإنسان بمقر الأمانة العام لجامعة الدول العربية مؤتمرا صحفيا لتناول نتائج أعمال دورتها الثانية والعشرين والتي استمرت لمدة يومين وكانت مخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من المملكة العربية السعودية كما عقدت اللجنة خلال تلك الفترة جلسة استماع مغلقة لعدد من منظمات المجتمع المدني وذلك حسب الإجراءات المعمول بها في هذا الخصوص على مستوى لجنة الميثاق وجدير بالذكر أن السعودية قدمت تقريرها الدورية الأول في 16 يوليو من عام 2023 إعمالا لنصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولتقييم مدى امتثال تشريعات وممارسات الدول الطرف لإحكامه مثلا أن المملكة العربية السعودية في تقريرها المقدمة في هذه الدورة هناك اهتمام كبير وهناك إنجازات لتوصيات اللجنة في التغرير السابق هناك توصيات صدرت في التغرير الأول ولكن بعدما لاحظنا التغرير الدوري المقدم في الإخلال لهذا اليوم وجدنا جميع التوصيات السابقة قد نفذت كاملة وتم الانتهاء منها كل الأعضاء لاحظوا وشاهدوا التغير والتطور في تغرير المملكة العربية السعودية خاصة أن هناك عندهم 96 هدف قاموا بالعمل عليه وهناك رؤية 20-30 نقدر نقول أنهم أنجزوا هذه الرؤية قبل وقتها للمزيد حول مؤتمر لجنة حقوق الإنسان تنضم إلينا مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم من مقر جامعة الدول العربية بعد التحية نتابع معكم تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة حقوق الإنسان وذلك في أعقاب اجتماع استمر لمدة يومين للجنة المفاق العربي لحقوق الإنسان في إطار الدورة الثانية والعشرين لمناقشة التقرير الأول المقدم من المملكة العربية السعودية وذلك بحضور عدد من ممثلي المندبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وأيضا البرلمان العربي واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات والمؤسسات ذات الصلة بالموضوع يعني بنشير أن هذا التقرير قدمته المملكة العربية السعودية في السادس عشر من يوليو في هذا العام أعمالا لنصوص المثاق العربي لحقوق الإنسان ومن أجل تقييم مدى امتثال تشريعات وممارسات الدول الأطراف لأحكامي في خلال هذا المؤتمر وفي خلال الاجتماع تم تناول الجهود التي قامت بها مملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان والتأكيد أنها بتقوم بإحراز تقدم إيجابي في هذا المجال وأيضا تقوم بدور فاعل في منظومة العمل العربي المشترك ومن بينها المجال الحقوقي أيضا تم تناول الوضع في قطاع غزة والوضع الإنساني في القطاع وما يحدث أيضا للفلسطينيين من انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان وهي ما تتعارض مع كل المواثيق الدولية وأيضا قانون الخاص بمبادئ القانون الإنساني واتفاقية جينيف الرابعة والمتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب وتم التأكيد من المفارقات أن هذه الأحداث تحدث في طار الاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من المفترض في وقت لاحك تم إصدار البيان النهائي والخاص بالتوصيات النهائية لهذا التقرير أدانت الحكومة العراقية الاعتداء الأمريكي على مواقع عسكرية عراقية وأكدت الحكومة العراقية أنها تتعامل عبر قواتها الأمنية بكل أصنافها ومؤسساتها الدستورية وسلطاتها القانونية بحزم إزاء قيام بعض العناصر بالاعتداء على مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية أو الأماكن التي يتواجد فيها المستشارون العسكريون من الدول الصديقة ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن البنتاجون أن ثلاثة جنود أمريكيين أصيبوا بهجوم شنه مسلحون على قاعدة أربيل في العراق وأوضحت رويترز أن البنتاجون أعلن عن تنفيذ عدد من الضربات في ثلاث منشآت وأشار البنتاجون إلى أن الضربات كانت ردا على هجمات ضد موظفين أمريكيين بالعراق وسوريا خلال الأيام الماضية تلقت السلطات البحرية البريطانية تقريرين عن رؤية مسيرات قبل انفجارين بالقرب من سفينة على بعد خمسين ميلا بحريا غرب الحديدة اليمنية وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفينة على اتصال بقوات التحالف العامة في المنطقة وأفاتت بأنها وطاقمها بخير وذكرت الهيئة في إشعار لاحق أنها تلقت تأكيدا من السفينة بأنها تواصل رحلتها أعلنت الهند عن اعتزامها بنشر صفن مزودة بصواريخ موجهة في منطقة بحر العرب يأتي ذلك بعد تعرض سفينة تجارية لهجوم قبلة الساحل الهندي بما يهدد حركة التجارة العالمية في تطور خطير بشأن التهديدات المتزايدة للحركة التجارية المترابطة في أنحاء العالم أعلنت الهند اعتزامها نشر صفن مدمرة مزودة بصواريخ موجهة في منطقة بحر العرب التحرك الهندي يأتي بعد تعرض سفينة تجارية تابعة لإسرائيل لهجوم قبلة الساحل الهندي مطلع الأسبوع وفي مسعى من نيو ديلهي للحفاظ على وجود رادعا في المنطقة الهند وفي بيان أصدرته قواتها البحرية أوضحت أنها تحقق في طبيعة الهجوم على السفينة التي يضم طاقمها 21 هنديا وفيتناميا واحدا ورست في مومبي وأضاف البيان أنه ستكون هناك حاجة لمزيد من التحليل الجنائي والفني لتحديد مصدر الهجوم بما في ذلك نوع وكمية المتفجرات المستخدمة وفي وقت أشارت فيه التقارير الأولية إلى الهجوم على السفينة بطائرة مسيرة أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون هذه الفرضية وذلك في ظل محاولات فرقة عمل بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة تحديات ممثلة في البحر الأحمر بالاشتراك مع عدد من الدول شهدت محافظة الفيوم وضع حجر الأساس لأكبر مغزن استراتيجي للسلع الغذائية في المحافظة بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه وتعتبر محافظة الفيوم المحافظة الثالثة التي تم وضع حجر الأساس للمستودع الاستراتيجي للسلع الغذائية بها وذلك بالحي المتميز بمنطقة ديمو على مساحة 14 في الدانا والذي سيخدم محافظات شمال الصعيد بهدف تأمين احتياجات المواطنين من السلع واستخدامها لفترات طويلة تنفيذ لتوجهات الرئيس عبدالفتاح سيسي بدرورة تأمين مخزن استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطن في هذه البقعة الغالية تبدل الدولة المصرية جهودا تكاملية على صعيد التنمية في شبه جزيرة سيناء وذلك من خلال استراتيجيات وسياسات ومشروعات في قطاعات متنوعة من أبرزها الصحة والسياحة والطفرة الكبيرة في قطاع الطاقة والتنمية العمرانية فضلا عن ملف الإسكان الاجتماعي ومجال الثروة الزراعية والحيوانية جهود تكاملية تبدلها الدولة على صعيد التنمية في شبه جزيرة سيناء وذلك من خلال استراتيجيات وسياسات ومشروعات هدفها الرئيسي الارتقاء بمستوى معيشة المواطن في هذه البقعة الغالية قطاعات متنوعة شملتها مسيرة التنمية في شبه جزيرة سيناء ففي قطاع الصحة عملت الدولة على تحسين المنشآة الصحية بمحافظة شمال سيناء ومنها إنشاء مستشفى بئر العبد المركزي الجديد في ديسمبر 2017 وإنشاء مستشفى نخل المركزي الجديد بالإضافة إلى تطوير مستشفى الشيخ زايد المركزي كما تم تطوير مبنى العيادات الخارجية والعناية المركزة بمستشفى العريش وتطوير مستشفى العريش العام في عام 2020 أما في قطاع السياحة فقامت الدولة بتطوير مصار العائلة المقدسة بشمال سيناء في عام 2021 كما تمت إعادة تأهيل نقاط مرور العائلة المقدسة بالخدمات السياحية وتطوير الملمح العمراني المحيط مع عمل وسائط ترويجية للمشروع وفي جنوب سيناء نفذت الدولة خطة لتطوير قصر ثقافة شرم الشيخ وتم إنشاء متحف المدينة التي تعد من بين أهم الوجهات السياحية في مصر والعالم وفي القطاع الاقتصادي ارتفع عدد المنشآت الصناعية المسجلة بشمال سيناء من تسع وستين منشآة في عام 2014 إلى تسع وسبعين في عام 2021 وذلك بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة في قطاع الطاقة وما شملته من تنمية لحقل ظهر بتكلفة بلغة 15.6 مليار دولار وتنفيذ استثمارات بقيمة 18 مليار جنيه لتطوير القطاع إلى جانب إنشاء أكبر مستودع بسقف عائم لتخزين الزيت الخام في جنوب سيناء بساعة 1.1 مليون برميل وعلى صعيد التنمية العمرانية يجري إنشاء وتطوير ست مدن أبرزها مدينة بئر العبد الجديدة وفيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي تم تنفيذ 136 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة بلغة 23.26 مليار جنيه بجانب إقامة التجامعات التنموية حيث تم إنشاء 4.338 بيتا بدويا علاوة على إنشاء 18 تجمعا تنمويا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء و17 أخرى يجري إنشاؤها وفي مجال الثروة الزراعية والحيوانية في سيناء تم استصلاح وتركيب شبكات ري وطرق لعدد ثلاثة مآخز في بئر العبد كما تم تنفيذ مشروع حماية البنية التحتية من أخطار زحف الرمال فضلا عن توفير التقاوي والأسمدة اللازمة للحقول الإرشادية من المحاصيل الزيتية وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار بعد تحية يا دكتور الحديث عن تنمية سيناء لا ينتهي مع حرص الدولة على مواصلة الاستراتيجية لتنمية سيناء يعني اخبرنا أكثر عن هذه الاستراتيجية المستمرة لتنمية سيناء مساء الخير لحضراتكم ولكل المشاهدين خلينا نقول أن الدولة والسيد الرئيس بيولي اهتمام كبير جدا بتنمية كل يعني زي ما بيسمى شبر في أرض مصر ولكن سيناء لها أهمية خاصة تعتبر البعد الاستراتيجي الأساسي من الجانب الشرقي لمصر طبعا أهملت كثيرا ولكن الحمد لله على مدار السبع تمن سنوات الماضية لها من الأهمية القصوى لدرجة أن تقريبا بيتم فيها مزيد من الانفاق أكثر من 650 مليار جنيه الهدف من الأساسي من الدولة خلق تنمية عمرانية كبيرة جدا داخل سيناء سيناء أكثر من 61 ألف كيلو متر وطبعا عدد السكان فيها لن يتجاوز يعني الواحد ونص مليون نسمة فده من الأهداف الاستراتيجية أن الدولة تحرص أن يكون فيها يعني مشروعات قومية كبرى مثال الأنفاء اللي ربطت الدلتة بسيناء لتسهيل عبور يعني كل التنفيذات وكل العبور للناس لي عبورهم لسيناء والعكس كمان وكمان فيه مشروعات قومية للاستصلاح الزراعي والأمن الغذائي المياه الإسكان المرافق التعليم الصحة الدولة بتحاول توجد تنمية بيئية ومجتمعية سليمة لسيناء سيناء فعلا لها النهاردة من الأهمية من يعني التقطيط الاستراتيجي للدولة ووضع عليها كثير من البنود داخل الموازنة العامة للدولة ومنها كمان أن إزاي تحرص الدولة لوصول الزراعة الأكتر من 500-550 ألف فدام كل ده النهاردة بيدي أهمية قد إيه لأن مصر بتولي اهتمام بسيناء وبأهل السيناء وطبعا كيفية التوطين للتسكين داخل سيناء خلال المرحلة القادمة دي التصور من الدولة لتنمية وتعميل سيناء دكتور مصطفى يمكن منذ سنوات قليلة كانت أقصى أحلامنا لسيناء هو الشعور بالأمن والأمان لكن اليوم نشهد عدد من المشاريع يعني لا حصر لها الحقيقة يعني بنتكلم زي ما حالك ذكرت على مستوى العمران التنمية العمرانية بنتكلم على مستوى الزراعة الاستثمار في شتى المجالات حتى في مجال السياحة وكما تبعنا يمكن منذ قليل في هذا التقرير أنه تم إنشاء متحف وكمان إحياء مصاري العائلة المقدسة كل هذه المشاريع يعني كيف تم تحقيقها على أرض الواقع في سنوات قليلة هو عبارة عن إعجاز وإنجاز في نفس الوقت ليه؟ لأن تقريبا بقت سيناء مثلها مثل كل المحافظات وكل المدن بيولي لها اهتمام في التنمية والعمران واستثمار كل ما هو ثروات خاصة بسيناء دعيني أحدث حضرتك وكل مشاهديننا الكرام حجم المشروعات الاستثمارية في سيناء سواء بقى من المشروعات لمصانع الرخام سواء لمشروعات النهاردة للزراعة كل ده بيحقق قيمة مضافة أولاً للمواطن في سيناء وأيضاً كمان قيمة مضافة للوضع الاقتصادي تلاتة من انساش يا جماعة الدئيب تضحية لدفعوها ولبنا وتحوتنا وأهلنا من دماغهم في سيناء سيناء دي ملك كل مواطن مصري سواء بيه إن هو شاف التضحية بعينه أو من أسرته سواء من الحروب من تلاتة وسبعين وقبل ذلك وأيضاً من بعد أحداث 2011 وعشان كده الدولة بتولي لها اهتمام أن سيناء دي يعني زي ما بيسمى قدرتها على الانتاجية ليس أقل من أي محافظة أخرى علشان كده لما بنشوف النهاردة بنحاول الدولة بتحاول جاهدة أنه تحسن من قدرات الاستثمارات ليس في السياحة يعني الناس كانت بتفكر أن السياحة فقط لا دا النهاردة بقى فيها زراعة بقى فيها النهاردة ثقافة والرياضة وبنشوف بعض من المشروعات الكبرى في الرياضة والثقافة والأمن الغذائي ما ننساش كمان المواني ما ننساش كمان أن الدولة النهاردة بتحرص أن يكون فيها حجم تجارة ومناطق لوجستية تكون اختيرة كمان لزيادة الاقتصاد والتوثين المجتمع خلال الفترة اللي جاية يعني كل ما بيكون فيه مشروعات قومية واستثمارات كل دا ما بيجذب الناس تخش وتشتغل في سينة وما ننساش كمان دا مش اهتمام مصر بس لا دا اهتمام العالم أن يكون فيه مناطق آمنة خاصة في سينة لبعد عن بؤر الإرهاب دا في غاية الأهمية وده الفكر الجديد اللي بتدعم به الدولة محاربة الإرهاب ليست بالسلاح فقط محاربة الإرهاب لازم يكون بالاستثمار وزيادة التوطين والتشغيل داخل كل منطقة في مصر العزيز جزيل شكر لك كنت معنا دكتور مصطفى بدر أستاذ التمويل والاستثمار أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرارها في تقديم الدعم للأشقاء الأفارقة في مرحلتي البكر اليوس والدراسات العليا من خلال كافة الجامعات وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عشور أن مصر لا تتدخر جهدا لدعم الأشقاء الأفارقة من أجل تحقيق التنمية والنهضة لجميع دول القارة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الإفريقي وجميع الدول الإفريقية في جميع المجالات وأوضح أن القيادة السياسية تول اهتماما كبيرا بهذا الملف ترجمة نانسي قنقر لمزيد من المتابعة معنا ومع حضراتكم هاتفيا دكتور إسلام حمزة مستشار وزير التعليم العالي للشؤون الإفريقية أهلا بك معنا دكتور نتحدث عن دعم مصر كبير للقارة السمراء في التعليم العالي والبحث العلمي ما طبيعة المنح التي تقدمها الجامعات المصرية وأيضا كم عدد المتدربين الذين تم تدريبهم في الجامعات المصرية وفقا لاستراتيجية مصرية هادفة لتحقيق التكامل بين مصر وإفريقيا في مجال التعليم بمختلف مجالاته ومفرداته دكتور إسلام حمزة أحدثك عن دعم مصري كبير للقارة السمراء في التعليم العالي والبحث العلمي ما طبيعة المنح التي تقدم من الجامعات المصرية وكما عدد المتدربين الذين تم تدريبهم أنا بيكا فندم ومسايا خيال حياتك وعلى السادة المشاهدين الدولة المصرية تولي اتماما بالغة بالقارة الأفريقية وخصوصا التعليم العالي والبحث العيني وقدمت الدولة المصرية للدولة الأفريقية أكثر من 713 ملحة تعلمية هذا العام جميعها في دراسات الطب البشري والصيدلة والهندسة والعلوم الصيدلانية والطب البيطاري للنهود بأفصار والداجينة والصارة الحيوانية هذه المنح تكون لدرجات البكاريوس والدراسات العليا للمنسير والدكتوراه وتتكفل بها الدولة المصرية كاملة لرسوم الدراسة والإقامة والأتذاكي الفيران والبيزة وتساعد الطلاب على الحصول والانتهاء من هذه الدراسات لأنها تمثل للدولة المصرية القوى النعيمة كما تقوم الوزارة بدعم التدريب قصير للأمد أسبوعين أو ثلاثة سبيع أو شهر في التخصصات المتطورة والمتقدمة على سبيل المثال تم تدريب أكثر من 70 متدرب هذا العام على تكنولوجيا للشعار والبعد والزكاء الاصطناعي والزراعة والغزاء أكثر من 40 متدرب من 22 دولة في تكنولوجيا الفضاء كل هذه تمثل دعم من الدولة المصرية والقيادة السياسية للقارة الأفريقية للنهوض بالكوادر بالقارة الأفريقية وتحقيق أجنب الأفريقية دكتور إسلام عدد من المبادرات أقفز عليها سريعا مع حضرتك أطلقتها الدولة المصرية لتحقيق هذا التكامل في مجال التعليم الفني التعليم التكنولوجي وعدد من أنواع مختلفة من التعليم مع القارة الأفريقية أتحدث معك الآن عن مبادرة مصرية لإعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي لتحقيق أجندة إفريقيا 2063 إلى أي مدى هناك تنصيق وتكامل والنظر في كل التفصيلات الخاصة باستراتيجية إفريقيا 2063 ونتحدث هنا عن الذكاء الاصطناعي أحد أهم عن مدى التحقيق أجندة إفريقيا 2063 هي البحث العلمي والتكنولوجيات المتطورة الحديثة وعلى رأس وقائمة هذه التكنولوجيات الزكاء الاصطناعي كما تعلمين سيادتك أن هناك منظمة النباد النباد هي الزراع العلمي والتكنولوجي والتقني للاتحاد الأفريقي الذي هو يمثل المتظلة لـ 25 دولة إفريقية الوزارة مع مظامة النباد التي تترقصها مصر مصر تترقص من مظامة النباد بالسنتين القادمتين حتى نهاية 2025 برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح حسين الشخصية وبالتالي قامت الدولة المصرية بوضع بعض الأعمدة لدعم النباد والقرى الأفريقية بتقديم استراتيجية لتطوير الزكاء الاصطناعي في القرى الأفريقية وكيفية تنفيذه والذي سيحقق ملء الفجوة في التعليم الفني التبت أو التعليم الفني هناك استراتيجية شاركة الوزارة في أعدادها على مستوى أفريقيا لوظائف المستقبل وتكنولوجيات المستقبل هذه الاستراتيجية تقوم بالوزارة مع النباد في كيفية تحقيقها وتنفيذها ومصر متفوقة في مجال الدكاء الاصطناعي بشكل كبير مبادرة أخرى التعليم الفني والتكنولوجي وتقدمت مصر بمبادرة لكيفية النهوض بالتعليم الفني من خلال الجامعات التكنولوجية للتعليم المستقبلي كيف يمكن استثمار هذه التجربة وتكرارها في دول إفريقية أخرى هذه تجربة رائدة لم تقم بها دولة في قارة أفريقيا بأن تنشئ جامعات وكليات تكنولوجية للتعليم الفني وقامت مصر فعلا بإنشاء عشر جامعات ومخطط مستقبلا أن تكون عشرين جامعة تكنولوجية هذه الجامعات التكنولوجية هي التي ستحقق التعليم الفني والتكنولوجي لوظائف المستقبل ومن هنا قام معالي الوزير أيمن عشور بعرض هذه المبادرة على مفوض العلوم والتكنولوجيا والاتقار بالاتحاد الأفريقي محمد الحسين على أن تقوم الدولة المصرية بتقديم هذه التجربة للدولة الأفريقية وأن تقوم الدولة المصرية باستضافة طلاب أفارقة للتعليم الفني في الكليات تكنولوجية فهي مبادرة جيدة جدا نفع على تحقيقها ونشرها في القرى الأفريقية يعني التواصل امتد لوكالة الفضاء الأفريقية دكتور إسلام نتحدث عن أن مصر تستضيف وكالة الفضاء الأفريقية التي ستكون الذراع التكنولوجي والتقني من خلال التصنيع والتعليم والتدريب أيضا تجربة مهمة كيف يمكن استثمارها لتحقيق تفارات في هذا المجال نعم مصر قادت من خلال الوزارة التعليم والبحث عيني إعداد سياسة وستراتيجية الفضاء الأفريقية والتي تم اعتمادها في 2018 وثم قامت الدولة المصرية بتقديم مقترح لإنشاء وكالة فضاء أفريقية تستضيفها مصر وأنفقت الدولة المصرية على إقامة وإنشاء هذا المقر في المدينة الفضائية بالتجمع الخامس لتكون قاطرة التنمية لقطاع الفضاء في القرى الأفريقية بناء صناعة الفضاء في القرى الأفريقية بناء صناعة المعلومات والخدمات والمنتجات التي يمكن أن تساعد الوزارات والجهات المعنية والدول الأفريقية في تحقيق الأجندة التنموية لـ 2063 أعتقد هذه الوكالة رؤية رايدة المدى لأفريقية السياسية فأن تكون هذه الوكالة موجودة في بصر قاطرة الفضاء والريادة لصناعة الفضاء في القرى الأفريقية نعم دكتور إسلام حمزة مستشار وزير التعليم العالي للشؤون الأفريقية أشكرك جزيل الشكر من خلال مشروع صون الطيور الحوامة التابع لوزارة البيئة تبدل الحكومة جهودا حثيثة في مجال حماية الطيور المهاجرة وشهدت محافظة الشرقية انطلاق موسم مراقبة ومشاهدة الطيور المهاجرة النادرة الوافدة من أوروبا جهود حثيثة تبدلها الدولة في مجال حماية الطيور المهاجرة التي تمر عبر أراضيها وذلك من خلال مشروع الطيور الحوامة المهاجرة التابع لوزارة البيئة في محافظة الشرقية انطلقت أولى فعليات موسم مراقبة ومشاهدة الطيور المهاجرة لعام 2023-2024 ببركة النصر بمركز ومدينة الحسينية والمقامة على مساحة 1741 فدان تقريبا وتضم 32 لبدة تستقبل الطيور النادرة الوافدة من دول أوروبا هربا من السقيع الموسم بتاع السيد حدنا بيبدأ من شهر ديسمبر حتى شهر أربعة أول واحدة أربعة بتيجي الطيور المهاجرة اللي جاء من أوروبا وأيام السقيع بتيوصل لأحدان اللي عندنا هنا أنواع الطيور اللي بتيجي حدنا هي البلبول الإخضاري الكيش الشرشير الزي فعليات موسم مراقبة ومشاهدة الطيور تشهد جمع عينات البط في الفترة من شهر ديسمبر من عام 2023 حتى منتصف مارس من عام 2024 ببركة النصر بمركز ومدينة الحسينية والتي تضم أكبر بركتين للطيور المهاجرة حيث تستقبلوا بعثات علمية لكي تتابع أنواع الطيور الصيفي والشتوي والهدف منه ليس الصيدة فقط بل ومراقبة الطيور نادرة والاستمتاع بجودة أنواع أخرى وانتعاش السياحة الداخلية في هذه المناطق إحنا بالنسبة لنا ده تارجة مهمة جدا بالنسبة للسياحة كمونتج سياحي ريفي بوسط بقى الطبيعة الخلابة وكمان مراقبة مشاهدة الطيور وده تارجة مهمة جدا بالنسبة للسياحة ريفية وده اللي بتقطع لي من الحفص إحنا في طبعاتنا ريفية وهي عندنا كل الإمكانات الحمد لله الريفية الطبيعية حرف إبداعية كل حاجة متكملة سياحة مشاهدة الطيور تعد واحدة من أنماط السياح البيئية على مستوى العالم ولذلك تعمل مصر على تعميمها ضمن منتجها السياحية خاصة أن الموقع الكغرافية لمصر من أهم من مناطق خط سير الطيور الحوامة على مستوى العالم نهاية نشرتنا إلى عنوينها رئيس مجلس الوزراء يؤكد ضرورة التوسع في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بما يعظم العوائد الاقتصادية والبيئية وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان تطورات الوضع في غزة وأمن الملاحة في البحر الأحمر الهند تنشر صفنا مزودة بصواريخ موجهة بعد هجوم على سفينة تجارية في منطقة بحر العرب نهاية نشرة الثالثة قدمناها لكم من التلفزيون المصري طبا يومكم